قالوا صدقوا فيها الكاذب ويكذبوا فيها الصادق ويؤتمنوا فيها الخين قالوا وينطقوا الروي بضهر يعني قال ليك بيجوا ناس الذول الصادق بيكذبوه والكاذب بيصدقوه زي ما بيجوا بتاعين الحجبات وانا شايفون قاعدين هنا والله وانا خليك والله وانا خليك اصوه اتا احمد داود بتاع مين القدارب داك بتاع العباسية قال لي كويس محمد تصر مين ازارك وقال ناظر الهواري قبل يومين بتاع انصار سنة احنا ما انصار سنة تبعا تم عارف المعلومة دي ولا اشترا انا ما انصار سنة انا اندي مشكلة ما انصار سنة ذات شفت انا وهابي عجيب كله كله اندي مشكلة ما انصار سنة ها رأيك شنو لان ما انصار سنة ما بتكلم في البراعي وما بتكلم في الصوفية عشان كده اشترا قلت معهم دا الموضوع بيتاني اواتي تلعبين بالحلقة دي واحدهم بتاعي بليد جايب عليه حجبات هنا يبقى لي حجبات ده حجاب بتاع محبة وده حجاب بتاع ريزك تاعي حيا محبة يعني شنو يعني شوف له سيت شاي هنا حباشية يجي يقول لك اطبل اطبل عشان تجيني بالله ده دين يقول لك ده غران يقول لك لقى الحجاب ده شنو ده غران في غران بيسوي كده من الله ما خلق شفت لك في غران بيطبلو عشان واحد شيني يزلي بابد يقول لك ده عنده حجاب جايبينه من افريقيا الوسطى ابوي الشيخ عنده شدرة قاعد تحت اربعين سنة بيذكر فيها الله اربعين سنة قاعد تحت شدرة وبعد ده تطلعوا منا عروب وسي اخوانا الحجاب ده بمتين جيني اللي عنده متين جيني طلع الجماعة طبعا البولة ده التجانية طبعا ده الابلد صوفية ابلد ناس في الصوفية التجانية ده موخوا مطبول بيطبلع ونفتاع عنده الشيخ هناك يعني ما بينفتع كله كله مطبول قد كده صلاة الفاتحي لما اغلق جبتها من وين شيخنا احمد التجاني قال لافي في الخلق شغال راعي شغال شو لا ما عارف لافي في الخلق ولاقا والرسول يغزة لا منامن والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال شنو قال من رأاني في المنام فقد رأاني حقا واحمد التجاني قال شاب الرسول شنو يغزة كذاب ولا ما كذاب كذاب فاليغزة ما انتشوفوا بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام الرسول مشوفوه في النوم ما في اليغزة عرفتك اف فدال قاشتوا ناس بالطريقة دي زي ما قلت لك الانده ميتين جيني منوه ادي ما بتطلع الميتينات ميتين جيني ميتين جيني ميتين جيني خلاص صبعنا اخواننا الفاتحة صلىع الرسول صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرع صبع مرات اخلا satu Creation مرة خلاص اخواني العنده ميت جيني منوه ما مشكلة اخواني خلينوكم في الله نقصناكم ميتا قل عندقدو ميته ميتا منوهه طىام فيه مجرم ب Control قط القرش وردتوا جماعة طوع فال الاخريد اسمو خريد خلاصا الميت جت في الحلقة خلاص اخواني الله في حجباتنا ا Jonasى الشكره واش خير ومالا نفوتكم عنده خمسين يطلعه. الجماعة قلت الله الخمسينات. ما بلده تجانية. ور خرطه الخمسينات شت. لغاية ما وصله خمسة جنيه. لغاية ما يصل خمسة جنيه يخرط الخمسات القادة والعشرينات شت. الامن في الشنطة ويضخارك. في حب النبي. صلى على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. زيد يزوق. ده المجرم ذات التجاني. مجرم كبير. انت عارف احمد التجاني في كتاب جواهر المعاني قال شنو. احمد التجاني اول حيه بكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ظل بكذب على الرسول. هل يبتكب? قال قدمي قال كورا عيدي. قال قدمي فوق رجل كل ولي. قال كورا عيدي. فوق الاول يتشت من لدن ادم. الى قيام الساعة. كويس? قال في واحد من الحرانة التجانية قاعدين? قال له اذا لم يقدر الله لك ذلك. اذا الله ما قدر لك الكلام ده. ده قال كورا عيدي فوقل اولي. من لدن ادم لا قيام الساعة? قال اولي كل ما عافزهم با كورا ودي. عافص الاولي شو زلق الالب كيف? احمد التجاني. قال عافص الاولي. كويس محط? قال واحد من الحرانة التجانية شغل مخو شوية كده. طبعا من الصعبة تجاني شغل مخو. لكن اشغل مخو شوية كده. قال له اذا لم يقدر الله لك ذلك. يعني قال الله ما اقدر لك يا احمد التجاني تعافص الاولي. قام احمد التجاني قال له لا يستطيع. قال لا الله ما بيقدر. ده في الكتاب. طبعا انت بكون قاعد يا مجيوعة ما يجيب خبر. يقول لك دار النقاس دارين شنو? يقول لك كان قدت لا اله. ومدت بتموت كافر. شوه زلق كيف? شوه الليب? تقوم داما شنو? يقول لك في حاجة سين المجادعات. تجادع الزكر. شنو? تجادع الزكر. تقى جماعة صفين. كلهم تجانية. والتواقع الخدر. تقى بتاقي خطر يعني شنو ده اذا ما خاتمينه. ده مطبول هناك. ده مخطوم. يريد تقاب? تقى صف جاي وصف جاي. ده اللي بيقولوا لا اله. ده اللي بيقولوا الا الله. لا اله. ده اللي بيقولوا الا الله. عليك الله سهلتك. في صحابة كان بعمل كده? النبي عليه الصلاة والسلام كان بعمل كده? يقطعوا الزكر. الزكر بتاع الله يقطعوه. يقول لك لا اله الا الله. لا اله الا الله. ده اللي تجانية. في دين بالطريقة دي. بتقام خاتل لهم كورة في النص. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي يشرب هنا. من الكورة دي. خاتل لهم كده. يقول الرسول بيجي يشرب هنا. خلت بالك. تمش الحاج يوسف للشيخ بتاع الحمامات تعارف اسم منه؟ شيخ الحمامات داك حميدة في الجامعة هناك عنده كورة وعنده قطعة والدماء قاعدين تمش دارفور تلقة تجانية قاعدين بيسووا كده برضو قد الرسول جاون تمش سوغليبيا تلقة تجانية كلهم قادوا الرسول بيجيون اريد تكايف؟ ديل تشد قادوا الرسول شنوه؟ الرسول قالوا جاون جاون شان تعرف اللعب يلعب عليك بهذه الأمور فتعرف انه ما عندنا مشكلة شخصية مع زول اريد تكايف؟ ما عندنا مشكلة شخصية مع ابن عدم لكن الزول اللي بيجي يطلع في السوق هنا ويجي ينشر الضلال والشرك بالله عز وجل كما يفعل البرعي واتبعه دا احنا باب نخليه اذا كان بيجي زول يعلم الناس البرعي يقول لك قوم يا أخي ناديهم لي رجال الله اللي بيزيلوا البي طيب انتهى البرعي ما يقاتك حصوة جاتك حصوة هنا ودوك ألمانيا ما نفع ما دعالكته ما قدر يعالك نفسه ودى الوردن في النياجة مات هنا في مستشفى سايرون مات هنا هريد تكايف؟ جاك دراح هنا مات هنا بيقى كوري دا البرعي حصحاصة انتهت منه حصحاصة صغيرة كده قاعدت له في كلوته نجمت لك البرعي ويجرز والمعو بيقى كوري هو يا أبو التايا دا البرعي أبو التايا نام انتهي أبو التايا دا مات زمان شيف يموت ما من فتايا يا أبو التايا قال هو يا أبو التايا ويا حامدة بعصايا بيقى كوري لالجماعة زيلوا الحصايا وعمرات كلايا دا البرعي بتاعك القاعد تمشي له من هنا للزريبة أتيت لي سيدية الشيخ أطلب الصحة والعافية شيخ أغزاته مردان شيخ أغز مردان زاته تحت المخدحك هذا الشيخ بتاعك ملاني حبوب عنده شوال بتاع حبوب جوا عنده ضغط وعنده مصران أعور وعنده سكري وعنده قاود من اللحم الكثير للعتان أبو العتان عنده قاود الشيخ طبعا شاهدوا بقون كاف ديما العتان ماجل ستمائة وخمسين ألف عطوط في البلد والله قد ماكي الآلاف العتان بيأكل للزول دا وده كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال للبرعي وأتبعه ربنا قال إن تدعوهم إن تدعوهم ده كلام الله وده كلام البرعي واحد من الاتنين يا تاخد كلام الله يا تاخد كلام البرعي ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم البرعي وأمثاله قال لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرونه بشرككم ولا ينبيوكم مثل خبيل ربنا قال ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة وهم عن دعاهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعدان وكانوا بعباراتهم شروا كافرين أي زول بيقول الشيخ الحقنا وفزعنا ده كافر ما عنده حاجة النبي عليه الصلاة والسلام قال في صيعة البخاري من رواتي بن مسعود قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار تكورك الحقنا وفزعنا بيخد جهانم شان تعرف النازل دقل وكضب كيف زول بيقول لك أنا بعلم الغيب زول حي بيقول لك أنا بعلم الغيب البرعي قال الأولياء بعلم الغيب قال قومك نزاور للأولياء الأغطاب ليهم نشاور ده الأولياء ده البرعي منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وشنوه وظاهر ده البرعي قال الأولياء بعلم الغيب طيب نشوف ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال شنوه ربنا قال في القرآن البيلم الغيب الله وراه وحده لا برعي لا غيره قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون نشروه أيانا يبعثون الله قال بيلم الغيب ما فيه البرعي قال جماعة بيلم والغيب كذاب ولا ما كذاب كذاب ولا ما كذاب ده كلام الله ده كلام الله طيب الله سبحانه وتعالى آيات تانية كثيرة ما تكورك أزري ما تكورك الله سبحانه وتعالى في القرآن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر ربنا قال في قرآن كلا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر ده قرآن ده كلام الله إنت منزل خير ده كلام الله ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر ولو كنت أعلم الغيب شنو لستكثرت من الخير وما مسان يسو ربنا قال ليك الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ده كلام الله يا زول تقول لي فلان وزعاد الله قال ليك ما فزول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعلم الغيب كويس آيات كثيرة جدا جدا عدلة كثيرة خالص في هذا المعنى عزول ده قال وقل لك تعاني جيك واحد وقل لك شنو وقل لك أبوية الشيخ البراي عنده طيارة وقع هناك الطيارة في الزنيبة قال عنده طيارة هناك طيب في سؤال ما تروح لك أنا بس ألك سؤال بس ألك سؤال أنا الطيارة جاء ضربة البلد دي هنا ضربة المصنع بتاع اليرموك هنا المصنع بتاع السلاح دا موج ضربة اليهود البراي ما وقف والشغل دي ليه البراي ما وقف والطيارة دي ليه المصنع بتاع الشيفة دا هنا بصنع الشيفة تعرفوا أو ما بتعرفوا مصنع الشيفة له الضربة ومنوه ضربة اليهود مصنع الشيفة ضربة اليهود واحد من اتنين اتعين ده خلي بالك معي قال لو لي بتاعينك ده كاو نايمين كانوا قاعدين في إجازة قال لو لي بتاعينك قاعدين وين البلد دي ضربة يهود عديد ضربة يهود انتا قاعدين من الجماعة بسبتوا الطيارات قاعدين وين واحد من اتنين يا اي ما بوك الشيخ ما بعله ملغب وما بعله طيارة يا اي ما بوك الشيخ متفق مع اليهود خلي بالك معي ما اتكارك انت ما اتكارك. معناه ابوك الشيخ متفق مع اليهود دل. متفق معه. فيلم. الزوال بنزل طيارة ما في. عس جدا معه بنزل الطيارات وينوه. وين محلوه. يقول لك الشيخ قال بيعلم الغب. والشيخ بيغلق مع الله سبحانه وتعالى. والله يقول لك كده. قال الشيخ بيغلق مع الله سبحانه وتعالى. فتعلم انه لا يجزون عنده عقل سليم. ايجزون عنده عقل سليم. ما بيعتقد كلام زي ذا. لا في ملك. لا في نبي. لا غيره. يعلم الغيب مع الله سبحانه وتعالى. ولا صالح ولا غيره. وان شاء الله تبارك وتعالى بتاع الفرصة الاخونا مازن. فنتفضل المجزية مشكورة. رحم الاله خداك يا فخاني.